اسمي يريد مدهك ثاني صف ثاني ثانوي إدارة تعليم رياضة مشروعي تخص استخدام جهاز على مقياس النانو لتحلية المياه فقط باستخدام ضوء الشمس كانت تحفز الصراحة يعني حنا كلنا كطلبة عندنا هدف واحد بأن نطور بلدنا ونطور العالم بشكل عام فأنا ما شفتها كمنافسة بس يعني كأخوة بيننا وبالعكس كنا نعطي بعض الطلبة نصائح بيننا وبين اللي بنفس المجال ومرة كنا فرحانين يعني بالمشاريع حق الجميع يعني التحكيم جدا يعني رائع الصراحة لما تدخل تحس بأمانة وراحة وبالعكس على ناية التحكيم يعطونك نصايح لمشروعك لتطوير مشروعك عشان تكون مشروع متميز عن المشاريع الآخر بالله تطوير مشروعي بتحلية المياه أنا أشوف تحلية المياه شيء جدا مهم تقريبا أربع مليار شخص بالعالم ما عندهم مياه طاهرة للشراب فلازم تكون في طريقة مناسب لتحلية المياه الصراحة يعني جدا فرحان بنفسي بمشروعي ورفعت رأسي ورفعت رأس أهلي أبوي أمي وكمان يعني حاب أشكر الدكتور حمد الحربي والمهندس عمر إجاز على دعمهم بمشروعي دعمهم يعني ما ما تقال الصراحة ابحث اقرأ أهم شيء القراية بالذات بالبحث العلمي أهم شيء القراية قراية ما سبقت من مشروعك وتواصل مع الدكاترة جميع في دكاترة كثار يعني ودهم أنهم يساعدون بعض الطلبة فأنت لازم تأخذ هذه الستب بأنك أنت تتواصل معه أولا طبعا الأمي وأبويا على دعمهم بكل أنشطة الأكاديمي وثم الدكتور حمد الحربي والمهندس أولا حاب أشكر أمي وأبويا بدعمهم بأنشطة الأكاديمي حاب أشكر الدكتور حمد الحربي والمهندس عمر إجاز على دعمهم على هذا المشروع حاب أشكر موهبة على دعمهم وما أعطيت هذه الفرصة بنا كطلاب بيتوسع علمنا داخل مجال البحث ومجال الأكاديمي بشكل عام